الحمد لله رب العالمين كما هو ظاهر من التاريخ باقي على رمضان شهران اثنان رجب وشعبان سأل الله أن يبلغنا شهر رمضان على خير اتجرت العادة والأسف الشديد أن في كل رمضان يستقبل الناس عن طريق ذات الأوقاف وبعض المسؤولين وبعض الشباب بعض القراء ويجتمعون في مساجد معينة ويكون فيها نوع من الاستعراض بالأصوات ويجلب هؤلاء بالأموال حتى ربما أفسدوا نيات الشباب فأخذ كثير منهم يتطلع أن يكون قارئا وأن يستدعم الخارج وأن يسافر من بلد إلى بلد بمقابل المال وهذا في الحقيقة فيه فساد للنيات وفيه نوع من الهانة للقرآن فربنا جل وعلا إنما شرع هذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة حتى تقرب بها العبادة لله سبحانه وتعالى دون هذه الأفعال والأجواء التي يرتكبها بعض الناس إعلانات تجميع الصوات وبكاء بطريقة ما زال الله من السلطان وتجميع للناس بدعايات هذا كله في الحقيقة أذهبت حقيقة هذه العبادة يؤسفني أن بعض الناس يتصنع البكاء حتى وجد لبعضهم أن أو وجد بعضهم إذا قرأ ومر بوعظ الآيات أو في دعاء القنوط الطويلة العريض يتباكى عند ذكر بعض الأمور من الوعيد والنار والموت حتى يبكي الآخرين وهذا الذي نعلمه إنها من عادات أهل البدع من عادات أهل البدع فالبكاء يغلب على الإنسان فيبكي خشوعا لا أن يتباكم بهذه الطريقة وغير صوته ويرتتر تفع الأصوات ويتحدث القوم بعد ذلك وكان البارح بكاء شديد حتى كله ما أنزل الله من السلطان ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ليس عنده أحد إنما هو الخش من الله عز وجل ففاضت عيناه عن الدم خشة لله عز وجل أما ما يفعل من التمثليات هو تلحين الأصوات وتغيير النبرة هذا كله في الحقيقة من البدع وذلك وجد لبعضهم يعني يكتبوا موعظة ووضع قبل أن يلقي الموعظة وهو كاتبها على بعض الأسطر في القلم الفصفوري كاتب هنا على الجانب هنا بكاء يعني هو عد الكلمة هو في البيت حتى إذا جاء ليقرأها حدد إذا مررت بهذا السطر هنا أبكي وأبكي الناس هكذا هذا الخشوع الذي أمر الله به والعمل ذاته يفعله بعض القراء أنه إذا ذكر العبارة الفلانية الجملة الفلانية في القنوت مثلا يأخذ يبكي ويرفع الصوت ويكرره حتى يبكي الناس هذا في حقيقة فعلها البدع فعل الحسينيات فالذي نرجو من الله عز وجل أن يوفق المسؤولين والأخوة القائمين والمتحمسين للخير أن نتجنب هذا لا نحتاج لقراء ولا أن ننفق عليهم أموال ولا أن نفتنهم ونفتن الآخرين حتى أصبح بعض الشباية تطلع أن يكون بمستوى فلان فلان أنه يستدعى ويسافر من بلد إلى بلد ويجول ويصول في الخليج وغير الخليج لأجل هذه الأصوات معلوم أن بعض الناس يمتهن القرآن مهنة يقول إيش تقرأ أنت يقول أقرأ في المعاتم في المناسبات فيدفع الأموال وإذا دفع له أكثر قرأ أكثر يعني القرآن لهذا أنزله الله عز وجل كلا والذي لا إله هل هو فلنتق الله في أنفسنا وفي المسلمين ونتجنب هذه الظاهرة التي بدت تستفحل وتتكرر ويكون لها روادها ويكون لها أبطالها ويكون لها ضيوفها ويكون لها أموال تنفق كل هذه الأمور في الحقيقة مخالفة لشرع الله عز وجل فالحذر الحذر وقد بقي على رمضان شهران اثنان فنتق الله عز وجل ونجتهد في إزالة هذه المظاهر السيئة التي قد ابتلنا بها وفق الله الجميع إلى ما يحب وارضاه وصلى الله وسلم بارك على نبيان محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر